شعاراً رأه اليمنيون على الشاشات التلفزيونية في الحادي عشر من مايو 2015 كانت تلك انطلاقة القناة من مدينة إسطنبول التركية للعملين داخلها كان ذلك حلماً وللمواطنين في جميع المحافظات من أقاصي صعدة إلى أطراف المهرة كان اختباراً مضى عليه خمس سنوات ليقولوا في بلقيس خلاصة التجارب قناة بلقيس القناة الوحيدة المسواق على المجتمع في بيغ البرامج السياسية الثقافية اجتماعية لا بس علي حاولت أن تبدع القناة هذه لا بس ممتاز طبعاً قناة بلقيس هي من الوسائل الإعلامية أو إضافة إعلامية حقيقية للإعلام اليمني بشكل عام وهي تعتبر من الأقنية الفضائية اليمنية التي يشار لها ببنان والتي خدمت الإعلام اليمني بشكل غير عادي وسوقتنا للوطن العربي والعالم بشكل عام رغبات وتطلعات شعبية حاولنا البحث عنها بين الناس كيف يقيمون أداء القناة وماذا ينتظرون منها في أعوامها المقبلة ما زال لدى الشباب إبداعات كثير مسلسلات أشياء جديدة قضايا الاجتماعية التي نريد أن تظهر على السطح من خلال قناة بلقيس أتمنى أن تترق هذه الأبواب وتنادي بالثقافة وممكن برامج التعليمية أيضا لم تصل لها قناة بلقيس من هنا يعملون طوال الليل والنهار طاقم بإمكانات احترافية وفكر حر وأمل مستمر أما في الخارج فهم يطاردون أو يصابون وقد يقتلون أسماء لم ينسها فريق القناة العاملون فيها ولم ينسها المشاهدون أيضا في دمار كانت هذه الأحزان ثمن الحقيقة والكلمة التي دفعها عبدالله قابل مراسل القناة في المحافظة وفي تعز رأى العالم صور مصور القناة محمد القدسي غارقا في دمائه وبعد عامين كانت دماء أخرى لكنها في البيضاء دماء المراسل عبدالله قادري حيث الإنسان شعار عمل طاقم القناة على تجسيده فكانت حيثما وجد الإنسان رفقته مظلما ونازحا وجائعا وخائفا من الحرب والحاضر والمستقبل لا تملك غير الصورة والكلمة لكنها قد تخيف دولا وسلطات فبالقيس تسعى دائما نحو الحقيقة والحقيقة قوة ومرة